عروس بغداد تتزين بالأضواء والنشرات العظمية على موعد جديد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاستعدادات تبدأ من الصباح محمود يحرص كغيره من البغداديين على القدوم إلى أحد الأسواق لتبضع حاجيات الاحتفال أنا هسا دارد أشتري تفوف وشموع وذني البرغان ويسموها وهذه الشغلات وبنفس الوقت قلت لك غدائي داخل تم نحضر المواد الزردة ويا ربي أنا كشخص مسلم أدعي الله سبحانه وتعالى أنه يأمن العراق والعراقيين مرقد أبي حنيف النعمان المحلات التجارية وحتى البيوت جميعها ترتدي ثوب الاحتفال احتفال يشترك فيه الجميع فمناسبة المولد النبوي توحد صفوف العراقيين كما يقولون وتعزز وحدتهم أشرف أحسن مناسبة هي هاي وإحنا كلنا أخوة ويا رب نشرف هاي المناسبة عم الأمن والأمان على شعبنا مثلت أحد العراقيين هواي مناطق تجلو الأعظمية يعني موسى هاي الأعظمية بلخص جامعة أبو حنيفة يعني بلخص في الليل هواي عالم تجلو الأعظمية أنا قدت الخالي اشتغلنا أعلام أنا وأخوي صغير واشتغلنا حتى وراح نروح نحتفل بالمولود النبوي الشاي ويعتاد أهالي العظمية الاحتفال بالمولد النبوي لتكون العظمية في هذا اليوم من كل عام قبلة البغداديين لأحياء هذه المناسبة تقاليد وعادات بطرق مختلفة تحافظ على مكانتها عاما بعد آخر بمناسبة دينية بطابع اجتماعي يحرص أهالي العاصمة على أحيائها من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير